زي ما حضركم فاكرين القرعة عملت فيه كرة طائرة رجال الاربع اللي فوق تحطوا في ناحية يعني فيه تمانية اترتبوا خلييني بس اشعر الحتة دي قبل ما نروح للصور فيه ثمن فرق الثمن فرق اللي اتهلوا ترتبوا من اول للتام نادي الاهلي خد الاول والزمالك التاني وهكذا الثمنية الاربع اللي فوق من اول للرابع راحوا في ناحية ومن الخامس للتامن راحوا في ناحية وتعملت قرعة سحبوا واحد من هنا النادي الاهلي كان طلع معنا دي الطيران الاهلي كان نطلع طب ليه القرعة دي اتعملت انا اقول لكم انا كنت الاول بنتقد موضوع القرعة ده بس انا فهمت ايه المغزى منها قبل كده كان لما بدأوا في الدور الترتيب كانت الفرق مش عايزت قبل الاهلي في دور التمانية فكانوا ممكن يقول لك الموتش ده اخسروا طب الموتش ده اكسابوا ده حق مشروع هو عايز يتجنب ملاقات النادي الاهلي او حتى الزمالك في دور التمانية عشان يوصل مربع فقال لك لا احنا مشان نعمل كده عشان يضمنوا يعني ايه الفير بلاي وانا فهمت القصة واحنا الحقيقة مع كده يعني بفهمنا بقى ليه اتعملت كده انا مع كده مع ان هو طالما الموضوع ان الفرق بتتجنب ملاقات الاهلي او الزمالك لا يبخليها قرعة فانا كنت الاول بقول ليه قرعة وبتاع لا انا فهمت الموضوع ولازم نقول الحقيقة فيه فهو ده اللي خلى لجنة المسابقات الحقيقة تعمل كده تعمل القرع عشان ما نجيش في الدور الترتيب اللي فات الفرق تبعد عن السبع والتامن فتلاقي بقى فيه يعني تبديل وتوفيق لقى لك كله يلعب وكله يكسب وبعد كده نعمل القرع فالنادي اللي تلعب مع نادي الطيران اول مباراة لنا هنلعب بنظام الافضل في ثلاث في ثلاث مباريات بيست اوف ثري طيب اول مباراة تبقى ان شاء الله يوم الجمعة تاني مباراة ان شاء الله السبت في حالة لقدر الله ان احنا خسرنا واحدة من الاثنين كسبنا ماتش وخسرنا اتعدلنا مع الطيران نلعب ماتش مرجح او ماتش فايدل يوم الاثنين يديك يوم راحة الحد الحد طيب هتطلع بعد ان شاء الله تأهلت هتلعب في قبل النهائي برضو بيست اوف ثري وتطلع في الفاينال تلعب بيست اوف ثري يعني اي فرع عشان تكسبها لازم تكسب مبارايتين من اصل تاتل لو تفتكروا نهاية الدولة السنة اللي فاتت كنا روحنا المباراة تلتة مع نادي الزمالي واحد واحد وروحنا المباراة تلتة وخلص التلاتة اتنين لو تفتكروا فان شاء الله السنة دي احنا لعبنا الزمالي خمس مباراة فوزنا بالخمسة ونادي الزمالي نجح ياخد شوطين فقط احنا خدنا خمس مباراة في ثلاثة بخمس تاشر ونادي الزمالي خد منا شوطين بس فان شاء الله التفوق بإذن الله للنادي الزمالي ولكن حتى الآن محترف نادي الزمالي ما لعبش فمنتظر انه لما يلعب في الادوار اللي جاية لا نادي الزمالي هيكون افضل من قبل كده بس احنا ما عندناش اي قلق بالعكس احنا فرقتنا الله هو اكبر ابطال العرب لعبة مباراة جيدة فرقتنا وقاف على رجلها ان شاء الله ربنا يحفظهم ويحققوا الخمسية السنين طب فضل لهم ايه الفرقة فضل الله دوري كاس بطولة افريقيا دولة تلت بطولات اللي فضل الفريق الماسترز ان شاء الله والنهاردة هيكونوا معنا بعد الفاصل انا بفكر حضراتكم نكونوا معنا بعد الفاصل هنتكلم معهم حتى عن الفترة اللي جاية ويعني امالهم وطموحاتهم اكيد ووعودهم ان شاء الله لجمهور النادي الزمالي